أهلاً وسهلاً بكم في المختصر المفيد في الفيديو ده نتكلم عن الغدد التناسلية أو ما تسمى المناسل مبدئياً بس أحابب أعكد أن الفيديوهات اللي بتنزلين على قناة المختصر المفيد بتاخد وقت ومجهود ضخم جداً علشان تظهر بالجودة دي فما تبخلش بتعليه كويس تشجعني أني أشعر المزيد من الفيديوهات وبرضو شارك الفيديوهات مع صحابك علشان الكل يستفيد وتبقى ساعدتيني في نشر المحتوى ده من الفيديوهات الغدد التناسلية في الإنسان بتشمل كل من الخصية في الزكر والمبيض في العنسة الوظيفة الأساسية للغدد التناسلية هو تكوين الحيوانات المنوية بالنسبة للزقور وتكوين البويضات بالنسبة للإناس والوظيفة الثانية للغدد التناسلية هي أنها بتفرز بجموعة من الهرمونات الجنسية الهرمونات دي بتنقسم إلى نوعين النوع الأول هو الهرمونات الجنسية الزكريا والنوع الثاني هو الهرمونات الجنسية العنسوية الهرمونات الجنسية الزكريا معروفة باسم الأندروجينات وبتشمل كل من هرمون التستسترون وهرمون الأندرستيرون والهرمونات الجنسية العنسوية بعضها بيكون معروف باسم الأستروجينات وبتشمل كل من هرمون الاستروجين أو ما يسمى الاسترديول وهرمون البروجيسترون وبرضو من الهرمونات الجنسية العنسوية هرمون الريلاكسي بس الأول الغدد التنسلية علشان تقدر تفرز هرموناتها بيحصل لها تحفيز أو تنبيه من المايسترو اللي هي الغدد النخمية الجزء الغدي في الغدد النخمية واللي بيتكون من الفص الأمامي وفص تاني صغير كده اسم الفص الأوسط بيفرزوا مجموعة من الهرمونات اسمها الهرمونات المنبهة للغدد الهرمونات المنبهة للغدد دي بتشمل الهرمونات المنبهة للمناسل اللي هي الغدد التنسلية واللي اسمها جناد تروبيك هرمون الهرمونات دي بتنبهة وبتحفز الغدد التنسلية على القيام بوظائفها وبالتالي بتختلف في وظيفتها على حسب الجنس الهرمونات المنبهة للمناسل بتشمل كل من الهرمونات الأول هو الهرمونات المنبه لتكوين الحوي الصلة واللي اسمه FSH اختصارا لفوليكر استيميولاتينج هرمون والهرمون الثاني اللي هو الهرمون المنبه لتكوين الجسم الأصفر واللي اسمه LH وده اختصارا لمصطلح لتونيزنج هرمون هرمون FSH في الأنثى بيعمل على نمو الحويصلات في المبيض ويحولها إلى حويصلة Graph وهرمون LH في الأنثى بيحفز تكوين الجسم الأصفر إنما هرمون FSH في الزقر بيساعد على تكوين الأنبيبات المنوية واللي دورها تكوين الحيوانات المنوية في الخصية وهرمون LH في الزقر مسؤول عن تكوين الخلايا البينية في الخصية ومسؤول عن تنبيه الخلايا البينية لإفراز هرمونات الزكورة اللي هو التستسترون والأندروسترون اللي لسا ألين عنهم دلوقتي نرجع تاني كده للغدد التنسلية واللي بتفرز الهرمونات الجنسية وأن الهرمونات الجنسية بيبقى فيه هرمونات جنسية زكريا وهرمونات جنسية أنسعية والهرمونات الجنسية الزكريا واللي معروفة باسم الاندروجينات هيرمون التستسترون وهيرمون الاندرستيرون وبيكون مكان إفراز الهيرمونات الجنسية الزكريا من الخلايا البيانية في الخصية وعرفنا الهيرمون المسؤول عن تنبيه الخلايا البيانية في الخصية وهو هيرمون الـ LH وظيفة الهيرمونات الجنسية الزكريا هو نمو البروستاتا ونحوه الصناطين المنويتين اللي بيكونوا وسئوين عن تغذية الحيوانة المنوي ده غير أن الهلمانات الجنسية الزاكرية بتكون مسؤولة عن ظهور الصفات الجنسية السنوية في الزكر الصفات الجنسية السنوية في الزكر زي تدخم الصوت وظهور الشارب واللحية وكبر حجم العضلات بالنسبة للهلمانات الجنسية الانسوية واللي بعضها بيكون معروف باسم الاستروجينات وبيشمع كل من الاستروجين أو ما يسمى استراضيول والهيرمون الثاني وهو البروجسترول اللي بيحصل كده في العنسة بالترتيب هو أن هيرمون الFSH اللي بيتفرز من الفصل أمامها لغدة النخمية بيعمل على نمو الحويصلات في المبيض ويحولها إلى حويصلة جراف حويصلة جراف في المبيض بتفرز هيرمون الاستروجين أو الاستراضيول وهيرمون الاستروجين دوره أنه بيعمل على ظهور الخصائص الجنسية السنوية في الأنسة زي كبر الغدد السادية وتنظيم الطمس اللي هي الدورة الشعرية نرجع تاني لغدة النخمية واللي بتفرز الهيرمون الثاني وهو هيرمون LH لما بتكبر حويصلة جراف وتنفجر بيتكون الجسم الأصفر واللي بيحفز تكوينه هيرمون LH الجسم الأصفر في المبيض والمشهيمة في الرحم بيفرزه هيرمون البروجسترون اللي دوره أنه بينظم الحمل بحيث أنه بينظم التغيرات الدموية في الغشاء المبطن للرحم علشان يجهزه لاستقبال البويضة المخصبة وزعها فيه وكمان بينظم التغيرات اللي بتحصل في الغدد السادية أثناء الحمل وبالتالي هيرمون البروجسترون هو الهيرمون اللي بنظم دورة الطمس بعد الحمل وبيثبت الحمل الهيرمون التالت والأخير من الهيرمونات الجنسية الانساوية هو هيرمون الريلاكسين واللي بيتم إفرازه من الجسم الأصفر في المبيض والمشهيمة وبطانة الرحم هيرمون الريلاكسين بيزيد إفرازه عند نهاية فترة الحمل لأنه بيعمل على ارتخاء الارتفاق العاني لتسهيل عملية الولادة وبرضو قلنا إن كشرة الغدد الكسرية بتفرز مجموعة من الهيرمونات بتكون معروفة باسم الاسترويدات من ضمن الاسترويدات بيكون في مجموعة الهيرمونات الجنسية ودي بتكون هيرمونات لها نشاط شبه الهيرمونات الزكريا اللي هو التستستيرون والهيرمونات الإنساوية اللي هو الاستروجين والبرجستيرون اللي بيتم إفرازها من الغدد الجنسية ولكن الهيرمونات دي بيتم إفرازها من كشرة الغدد الكسرية ولو حصل خلد ما بين توازن الهيرمونات دي والهيرمونات الجنسية المفرزة من الغدد المتخصصة اللي هي الغدد التناصلية بيؤدي إلى ظهور صفات وعوارد الزكورة في الإناس البلغة وظهور صفات وعوارد الهموسة في الزكور البلغين ده غير أنه ممكن يحصل دمور في الغدد الجنسية في كلا الجنسين وده في حالة حدوث تورم لكشرة الغدد الكذرية اشتركوا في القناة